لجمال التغيير سعينا من كل مكان وقاتينا الله بالعقل حبينا فسلام منا وإلينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إدارة الأولويات وأفضل الطرق للتخطيط الشخصي فأهلا بكم اليوم وبرحب بكم جميعا إن شاء الله استفادات عظيمة جديدة وأسرار كتير إن شاء الله بتعرفوها معنا اليوم أنا حابب قبل مبدأ بذكركم بالواجبات العملية بتاعة المرة اللي فاتت لأنه مهمة أو إن احنا نطبق كل مرة حاجة جديدة قلنا المرة اللي فاتت تمارين الابتسامة والاسترخاء على الظهر فوقت الابتسامة وجود الرواحي العطرة دايما في البيت الرواحي الهاديزة النباتات الظهور والشموع وكمانا تكلمنا عن كروت القوة اللي هي الأوراق اللي بها حكم عظيمة أو بها مقولات طروق لك عندما تكون بتقرأ كتاب أو بتقرأ في مكان وتحط الكروت دي معك في كل مكان في البيت في العمل أمامك على الجدار آآ حابب أسأل حد يعني ممكن يكون بدأ يعمل حاجة من الحاجات ديت اللي بدأ أو عمل حاجة ممكن آآ يقول لنا نعم ورد الكلمات نعم مدلين نعم ناطر الجوري نعم أهلا وسهلا أحمد عبد العزيز نعم طيب ربنا بارك فيكم يعني كل اللي عمل واجبات أهلا وسهلا بيه واللي ما عملش ان شاء الله يعمل ويكمل واللي عمل حاجاته ما عملش حاجات تانية يبدأ يكمل وان شاء الله هنبدأ مع اليوم دورة الأولويات تركزوا معنا في العالم الجديد ده عالم الأولويات انا باعتبر كل محاضرة عالم جديد بندخله عالم غامض بنبدأ نكتشف خباياه وأسراره فركزوا معنا واهلا بيكم للمرة التانية في إدارة الأولويات وأفضل الطرق على الإطلاق للتخطيط الشخصي مش هتشوفها في أي مكان تاني ما تسمحاش في أي مكان طرق جديدة وعظيمة بإذن الله تأثر فينا وفي حياتنا ونتقدم بيها للأمام إدارة الأولويات أربع عناصر اليوم أربع عناصر محورية أول عنصر لا أولويات بدون أهداف تاني عنصر ابدأ بالأهم ولو كان صعبا تالت عنصر اعرف نفسك رابع عنصر أنت هو النموذج أنا بشبه الأولويات زي البصلة البصلة بتحدد الاتجاه لما بتكون أنت تاية أو في متاهة أو في صحرة أو في وسط محيط يعني مكان مجهول مهمة أوي أننا أضبط البصلة بتاعتي علشان أقدر أوصل للطريق الصحيح اللي مش بيحمل البصلة مش بيقدر أنه هو يوصل للطريق السليم أو للطريق الصحيح بدقة وبوضوح وبجودة فالبصلة معنا النهاردة هنحاول نزبطها كويس قوي زي نتعلم ندير أولوياتنا عشان نتقدم الأمام ما نهدش مرة تانية للخلف أبدا أبدا فهنبدأ وننطلق في أول عنصر لا أولويات بدون أهداف في البداية لا أول عنصر لا أولويات بدون أهداف حابب أسألك سؤال هل أهدافك متعلقة بالمال أو بالعقارات أو بالسيارات أو بالحب أو بالتعلم أو بالعلاقات اذكر نوع أهدافك المرغوبة يريد كل حد كده يعني يكتب لي النوع الهدف المرغوبة عنده يعني في الأمثال اللي أنا قلتها دلوقتي يلا عاوزين نشارك عاوزين حماس عاوزين نزيد من التفاعل إيه أنواع الأهداف المرغوبة أو نوع الهدف المرغوبة عندك إيمان بتقول بالتعلم بالمثالية بالتربية الصحيحة المستقيمة لأبنائي وكيد الحب ومحور سعادتنا وده بتقول كل ما سبق وبتضحك تمام ورد الكلمات نشر العلم والمال والتعلم مدلين الهدف متعلق بكل شيء تعطيل شغلي والمال والسيارة نجوة بتقول الهدف مثل الحب والعطاء وأكيد التربية جميل الهتر الجوري هدف العطاء وأولادي أحلى جروب فعلا يمان أحلى جروب بيكم بنور بيكم بوجودكم مشاركتكم أحمد عبد العزيز دكتور أحمد بيقول التعلم هو ده بتقول كل الأهداف السابقة مش ممكن تتحقق بدون حب وحسن معاملات تمام تمام لأن الدين هو المعاملة اليوم إن شاء الله بعلمكم أي نوع من الأهداف نحن نركز عليه وأي نوعية أهداف وأي نوعية تفكير تخلينا نحدد أهدافنا لأن ما أقدرش أنا أدخل معاك في موضوع الأولويات وأنت حضرتك متلغبت في موضوع الأهداف مش عارف تحدد أهدافك تبقى ترتب إيه وأنت مش عارف الأهداف لازم الأول أعرفك إيه الأهداف المهمة ليك ولحياتك وإيه الطموحات اللي تقدر تحطها لنفسك علشان فعلا أنت إنسان بتقدر تحط أهداف وأنا واثق 100% أن أنت هتسمع محاضرات أهداف كتير في كل مكان مش هتلاقي بالطريقة دي ولا بالشكل ده ولا بالجودة دي وهتعرف دلوقتي بعد ما أقول لك على أنواع الأهداف وطريقة كتابة الأهداف اليوم إن شاء الله بعلمكم أي نوع من الأهداف نحن نركز عليه وأي نوعية أهداف وأي نوعية تفكير تخلينا نحدد أهدافنا لأن ما أقدرش أنا أدخل معاك في موضوع الأولويات وإنت حضرتك متلغبت في موضوع الأهداف مش عارف تحدد أهدافك تبقى ترتب إيه وأنت مش عارف الأهداف لازم الأول أعرفك إيه الأهداف المهمة ليك ولحياتك وإيه الطموحات اللي تقدر تحطها لنفسك علشان فعلا أنت إنسان بتقدر تحط أهداف وأنا واثق 100% أن أنت هتسمع محاضرات أهداف كتير في كل مكان مش هتلاقي بالطريقة دي ولا بالشكل ده ولا بالجودة دي وهتعرف دلوقتي بعد ما أقول لك على أنواع الأهداف وطريقة كتابة الأهداف عاوز أقول لكم على طريقة في كتابة الأهداف هي طريقة عالمية لأن أنا باهتم في محاضراتي بالطرق العالمية والمعيير العالمية بل بأصل لأبعد من ذلك إن شاء الله طريقة اسمها ABC الطريقة دي يمكن من اسمها تكون تبدو بداية ولكن هي طريقة عالمية جدا طريقة مميزة أهداف من النوع A أهداف من النوع B أهداف من النوع C أي واحد فيهم صح أي واحد فيهم نحن نمشي معاه والهداف الأخرى ننساها هقول لكم دلوقتي A ولا B ولا C من الأفضل ويعني A ويعني A B ويعني A C حابب أقول لكم يعني المحاضرة دي تستهل بجد أربع ساعات مش ساعتين أو ساعة ونص لكن هنحاول بقدر الإمكان نعطيكم كل ما هو مفيد وجديد الهداف ABC هنمسك أول حاجة النوع A النوع A هو الهدف اللي حضرتك أو حضرتك بتعرف تعمليه أو أي حد ممكن لو قلت له هدفك إيه أغلب الناس يقول لك أنا عاوز بيت أو عاوز راتب أو عاوز سيارة فيبدأ يقول لك حاجات عادية جدا يعني أي حد ممكن هو يقولها ويتكلم عنها ما يقول لكش مثلا أنا عاوز بيت نوعه إيه أو أفضل بيت أو أفضل مسكن أو كده أو يقول لك مثلا أنا لو جالي الراتب في معاده كويس أوي أو عاوز أشتري سيارة أغير سيارته خلاص فهذا النوع من الأهداف هو الأهداف المعروفة أو بيقولوا عليه نو كن أو دابلي ونو شخص معروف فيبدأ أو أهداف معروفة هذا النوع من الأهداف بقول لك يعني بكل صراحة انسى التفكير فيه مش هو ده النوع المطلوب طبعا أتشرف بوجودكم أي عدد من الساعات ربنا بارك فيكم وفي توجودكم معانا عاوز أقول لك حاجة مهمة أوي أحيانا بيأوقت قدمنا انجذبنا لأشخاص من نفس النوع اللي هما بيفكروا في الأهداف من النوع إيه؟ فهو أنت عادي مع الناس اللي هما نفسك زيك مثلك مش عاوزين يتقدموا أو يتحولوا المرحلة جديدة أو يتغيروا لشكل أفضل أو أعلى فحيانا الأشخاص دول يعني مش عاوزينك تطلع من هذه البوطاقة أو هذا النطاق النطاق العادي عاوز بيتها عادي عاوز سيارة عادي عاوز مسكنة عادي يدوبك الراتب يجيلي فنبدأ نحاول أن احنا نتقدم منهم شوي لو خرجنا من النوع إيه هنتجه للنوع بي أقول لكم النوع بي بيفكر إزاي؟ وعاوز يحقق هدفه إزاي؟ وهل هو الهدف المنتظر ولا لا؟ الأهداف من النوع بي بنتكلم هنا عن أشخاص هما بيعتقدون أن هما بمقدورهم النجاح النوع من ده من الأشخاص شخص واعي جداً يعني شخص حول الماديات ممتاز جداً عارف دخله إيه وعارف أنه ممكن يكسب كام ويبقى معه كام وعارف مين الناس الموجودة حواليه مين هو ومين هي ومين هم وبالتالي فيقول لك لو ده ساعدني وهذا وقف معايا وده عمل كذا والمال الفلاني جالي من الطريق ده أنا ساعدها ممكن أنجح أيضاً بقول لك بكل قوة مش هو ده برضو النوع المطلوب النوع الثالث هدف من النوع سي هو اللي احنا عاوزينه هو اللي أنا عاوزه هو اللي ده المفروض يكون فكر فيه ما تريد التخيل اماجينيشان لاند أرض التخيل دريم لاند أرض الأحلام هو ده النوع اللي احنا هنكون فيه دايماً بس فيه مشكلة بتواجهنا إن الناس دايماً يقول لك ما تتخيلش أو يبلغونا إن احنا ما نتخيلش لأن ده بيخالف المنطق بيخالف الواقع بيخالف اللي تربنا عليه بيخالف الشكل العام طيب ما احنا لو رجعنا عالتاريخ هنشوف عظماء هنشوف ناس صنعوا تاريخ صنعوا تاريخ لو جينا نتكلم مثلاً عن الخوار الرايت اللي هم دخلونا كلنا مملكة الطيران على فكرة هم ما كانوش علماء ولا كانوا مهندسين طيران بل بالعكس كان والدهم لما عارف إن هم هاوزين يخوضوا تجربة طيران قال لهم فلتذهبان للجحيم أنتوا كده يعني هتضيعوا تمام؟ أديسون مخترع المصباح جرهان بيل اللي دخلنا نطاق الاتصالات مخترع التليفون وفقهم كلهم القائد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي ما زال أثره باقي وتحكى به العالم كله حتى الآن اللي لما يكون في نداء في ثانية واحدة الله أكبر بيصطف ملايين الناس في مختلف بقاع الأرض خاصة كمان في أرض مكة أكيد طبعاً يا إيمان يعني التخيل وحسن الظن بالله مع الأخذ بالأسباب مع كل الجهد المبزول وكل الروح والطاقة العالية مع التوكل على الله سبحانه وتعالى لأن الله بيرى سعي الإنسان ويرى جهده ويرى ما يريده واتطلع على قلبه فيحقق له ما يريد وارد سليمان أو وارد سليمان بيقول ما تفكر به ضعه في قلبك كثير مننا عنده أحلام وعنده طموحات بس بسبب بعض الخوف بسبب حاجز الخوف لما بينسميه المنطق حاجز الخوف أو تيرور باريور إن احنا بسبب هذا الخوف بنضع أحلامنا على المندضة بنضع أحلامنا جانباً بنتركها بننساها لا لابد من الآن من اليوم إن انت تضع أحلامك في قلبك ما تفكر به ضعه في قلبك ضعه في كيانك ضعه في وجدانك كن شجاع كن عندك يقين بالله سبحانه وتعالى كن عندك قوة وصبر وعزيمة ما تفكر به ضعه في قلبك سجلها عندك فكرة القوة ما تفكر به ضعه في قلبك أنت لا تضع الأهداف لتملكها أنت تضعها لتنمو تضعها لتنمو لتدخل إلى أعماقك وتتمدد وتذهب بك إلى حيث لم تكن من قبل ربما تكون أهدافك دي أن أنت تروح أماكن جميلة أماكن كتير تسافر بلاد بعيدة ربما تكون أحلامك دي أن أنت تشوف ناس كتير تقابل مشاهير ربما تكون أحلامك دي وأهدافك دي أن أنت تصل للعالمية أن أنت تكون إنسان عظيم في بيتك في مجتمعك في وطنك في أمتك بين الناس كلها أهدافك دخلها لأعماقك علشان تتمدد بها وتصل بك إلى حيث لم تكن من قبل التخيل نعمة منها من الله سبحانه وتعالى لو غمضت عينيك وشفت نفسك لابس أحسن لبس وتفسح في أي مكان شوية بشوية الحلم هيبدأ يتحقق هنكسر حاجز الخوف يا عطر نكسره بالتوكل على الله بالأخذ بالأسباب بالتعلم زي ما أنت بتدخلها دلوقتي وبتتعلمي كل الحاجات دي بنكتبها مع بعض مع حضور بقية المحاضرات بنستفيد وحدة وحدة الخوف اللي هو بيكون زايد عن الحد بيزول بإذن الله سبحانه وتعالى أسألكوا دلوقتي سؤال إيه أفضل نوع من أنواع الأهداف ألا الهداف المعروفة ولا الهداف اللي بتخطط لها ولا الهداف اللي بتعتمد على التخيل يلا يا عطر يلا يا إيمان يلا يا عودة يلا يا أحمد يلا يا محمد يلا يا ورد الكلمات يلا يا نجوة يلا يا أستاذ عزة أي نوع من الأهداف اللي احنا تعلمنا دلوقتي هي ولا بي ولا سي أيهم الأفضل أيهم الأفضل أحسنت يا دكتور سي هاتر التخيل تمام إيمان أهداف التخيل أكيد إن شاء الله لأن الحلم هيبدأ يضحق حلمك إيه هل حلمك الجنة حلمك التميز في المجال وحلمك المال حلمك العلاقات الطيبة حلمك الاطمئنان حلمك الأمان خذ بالأسباب خليك متميز دلوقتي بالوضع الحالي وشوية شوية الأحلام هتبدأ تضحقها إن شاء الله بس لازم تسأل نفسك عملت إيه أو بتعمل إيه عشان تحقق حلمك خلي بالك ابعد عن سارق الأحلام اكتبها ابعد عن سارق الأحلام أحلامك تكتبها وانصحك تشوفها قبل ما تنام وتشوفها الصبح خليها حاجة مرئية أمام ممتاز يا دكتور إن مجرد أن أنت ما تتخيل نفسك وانت بتحقق الحلم في حد ذاته وكمان بكل التفاصيل بالألوان وبالملابس بالروائح بتفاصيل المكان ده دافع في حد ذاته إنك تحقق الحلم ده إن شاء الله حاوز أقول لكم حاجة إحنا طبعا هنا في محاضرة بنعطي أمثلة للأهداف لكن أنا نصيحتي لك إن أنت لا تخبر أحد عن أهدافك يعني بالتفصيل استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان خلي أهدافك عندك أنت لأن في دراسة بتقول إن أنت لما تخبر أحد بأهدافك بتقل عزمتك يعني تدريجيا إلى تحقيق هذه الأهداف لكن ممكن نعرف نوع الأهداف شكل الأهداف بس الشكل الخارجي لكن التفاصيل نفسها خليها بتاعتك أنت خليها ملكك أنت ضعها في قلبك ولا تخبر بها هدلين أهداف تعتمد على التخيل هدى أكيد مقتنعين تمام إن شاء الله وارد الكلمات أتخيل وحاول العمل للتحقيق ما أريد إيمان إن شاء الله تتحقق يا رب للجميع فما ننساش أهداف تساوي تخيل أهداف إذا بالأرض الأحلام إذا بالأرض التخيل أكتب أهدافك على الورق خليها بصورة مرئية خليها بصورة أمام عينك لأن اللي ما بيكتبش هدفه بيكون كأنه بيخطط بشكل فوضع وبشكل عشوائي وبشكل غير منظم وبالتالي كل حاجة بتطير في الهوى في الآخر لكن خلي أهدافك على الورقة جعلها على الورقة ننتقل للعنصر التاني في محاضرة الليلة ابدأ بالأهم ولو كان صعبا ابدأ بالأهم ولو كان صعبا أحد الطرق أحد الاستراتيجيات القوية جدا جدا لتنظيم اليوم أو الخطط اليومية كمان الخطط الأسبوعية كمان العقلية نفسها وقوة التفكير الذهني إزاي نعدله إزاي نضبطه أعرفك إن احنا في ابدأ بالأهم ولو كان صعبا زي ما قال براين تريسي في كتابه بنفس العنوان التهم أكبر ضفضع اللي هو أصده بك أكبر ضفضع ليه أكبر مهمة عندك في اليوم أكبر عمل لو كانوا مهمتين أو كانوا ضفضعتين التهم الأبشع أو الأكبر أو الأقوى أولا أولا يعني الأول في التوقيت بقسم ابدأ بالأهم ولو كان صعبا لأربع محاور فرعية أول محور اخترته اسمه خطط من اليوم السابق تاني محور رتب الطاولة تالت محور طريقة ألف بق جيم دال هاء رابع محور اسمه مبدأ باريتو أو في الفريدو باريتو الإيطالي اللي هو صاحب هذا المبدأ هل حضرتك بتخطط ليومك للغد من اليوم السابق حد عملها قبل كده لحد عملها يكتب واحد معك وثواني لو حد خطط قبل كده اليوم الغد من اليوم السابق يكتب واحد تمام ايمان خططت من اليوم السابق نجوة خططت من اليوم السابق قبل كده جميل نجوة كمان بتقول عملتها كتير وايمان بتقول ساعات بالفجر بنفس اليوم رائع حد تاني خطط من اليوم السابق من اليوم السابق ليوم غد مادلين بيتقول خططت اليوم السابق اهطر انا لو خططت بفشل كل تخطيطي لكده بس لا ان شاء الله نعرف النهاردة نخطط ازاي نطميني دكتور احمد نعم وهو ده نعم تمام خططنا اليوم السابق لكن الفكرة الاستمرارية يعني احنا هل احنا كل يوم بالليل بنخطط اليوم الغد وهو ده المهم هي ده الفكرة خطط مسبقة لليوم التالي الطريقة كالتالي اول حاجة بنكتب قايمة بكل حاجة احنا عاوزينها او نتوقع ان احنا نعملها في يوم غد سواء كانت مواعيد سواء كانت اشياء احنا عاوزين نتعلمها اكتب كل حاجة انت نفسك تعملها في المستقبل يوما ما ممكن يكون التخطيط المسبق ده تخطيط يومي او تخطيط للأسبوع القادم او تخطيط للشهر او تخطيط للسنة القادمة بعد كده بنقعد ونفرز الاهداف اليومي والشهري والأسبوع والسنوي يعني شوية شوية بتبدأ تتدرب بتبدأ تاخد يعني الفكرة بتيجي مع الممارسة يعني مش مرة واحد تاني يوم بتلاقي عندك اخطاء بتبدأ تعدل طيب انا بقول احنا بنتعلم اللي بيخطط ما بينفسش اكيد في عوائق لازم ان انت تكتب قايمة بالعوائق اللي بتجيلك دي وتبدأ تلتزم يكون عندك اسرار لان انت لما تكون صادق مع نفسك فعلا وقوي مع نفسك وحازم مع نفسك هتبدأ تلتزم بجد ومهما تجيلك مؤثرات خارجية او اهواء داخلية لانت استجيب له علماء التنمية البشرية بيقولوا انت لو استغرقت ساعتين كل نهاية كل اسبوع ان انت تخطط للاسبوع اللي بعده بيكون ده شيء عظيم جدا للانجاز والنجاح لدرجة انه ممكن يغير مجرى حياتك بكامله ساعتين في الاسبوع الاسبوع اللي هو شوف بقى اليوم في 24 ساعة 7 في 24 بكامل ساعتين بس يغيروا مجرى حياتك لو في نهاية كل اسبوع بدأت تخطط للاسبوع اللي بعد حاوز اقول لكم ان مرة في قرية من القرى كانوا عاملين اعلان ان هم عاوزين حاكم هم عندهم نظام كده عاوزين حاكم ميمسك لمدة 5 سنوات وبعد الخمس سنوات ده هيبدأوا ان هم يرموا في جزيرة مهجورة او مليئة بالحيوانات المتوحش بدأ الاعلان ينتشر بدأ اول واحد يتقدم وفعلا قبل الاعلان او قبل للوظيفة ودخل مسك حاكم اول سنة كان سعيد جدا جدا تاني سنة كان مرتاح تالت سنة مبسوط اوي اوي في خدم في قصور في مال في وسح في رحلات ربع سنة كويس اوي خمس سنة بدأ السنة تمشي قبل ما السنة تخلص بخمس ايام بدأ ان هو يحاول ان هو يعمل قانون يمدد مدة الحكمة وكلام من ده مقدرش للأسف صاحبنا ده رمو في المكان الموحش بدأوا يعملوا الاعلان تاني ودخل اشخاص اخرين اخذوا واحد مسك مهمة الحاكم بدأ اول سنة سعيد جدا فخور بالمنصب اللي هو فيه تاني سنة فرحان اوي مبسوط بدأ يروح ايمين يسار تالت سنة مبسوط بالقصر والخدم ومبسوط بالمال والثروة ربع سنة تمام والامور ماشية تمام التمام خمس سنة بدأ التعدي عمل زي صاحب الاولاني قبلها بخمس ايام او اسبوع ما تخلص السنة خايف على نفسه حاول ان هو يجدد يجدد ومدة حكمه كده برضو مقدرش اخدوه رمو برضو صاحبنا ده كمان مع السلامة بعد ما راحوا الاثنين الاولانيين بدأت الناس تقلق عملوا الاعلان يوم اثنين تلاتة محدش جه في اليوم الرابع راح شخص تقدم قال انا عاوز ابقى الحاكم قالوا له انت عارف احنا قصيين جدا وبعد خمس سنوات انت عارف انوديك فين قال له ما انا عارف بدأ الشخص ده باول سنة عمل حاجك ويسا اوي امر الجند بتوع ان هما يروحوا المكان الموحش ده او الغابة ديت او المكان الموجور ده او في الحيوانات ده قال لهم انا عاوزك وتقطعوا كل الاشجار الموجودة في المكان ده وبالفعل راح الجند قطعوا كل الاشجار بدأ ان هو تاني سنة وتالت سنة يعلن فسط الناس ان في المكان ده هيبقى فيه اراضي هيبقى فيه استعدادات هيبقى فيه حاجات جديدة جدا وبدأوا جهازوا وبداءوا استعدوا لاننا هندخل مرافق هامة وبالفعل راح الجند قطعوا كل الاشجار بدأ ان هو تاني سنة وتالت سنة يعلن فسط الناس ان في المكان ده هيبقى فيه اراضي هيبقى فيه استعدادات هيبقى فيه حاجات جديدة جدا وتقدروا ان انتم تروحوا تسكنوا هناك وتستمتاعوا بدأوا جهازوا وبدأوا استعدوا لاننا هندخل مرافق هامة في السنة الرابعة بدأ هذا الشخص بذكاء جدا دخل كل المرافق والمكان أصبح يعني مهيئ أنه قد يكون مدينة كاملة أو قرية كاملة نموذجية بدأ الناس فعلا تروح وتتوافد في السنة الخامسة هو اللي طلب منهم أنه هو ينقل المكان اللي هو أعده بنفسه ده بدل ما كان يبقى مكان موحش وفي الآخر يرموه فكان ذاكي جدا وبدأ التخطيط ووضع أولوياته من أول سنة في الخمس سنوات الحكمة أننا عاوز كل واحد فينا يبدأ الآن ابدأ الآن لو مش عندك خطة مستقبلية ابدأ الآن اكتب واحد اتنين تلاتة اربعة أنا نفسي أعمل كده وكده في المستقبل نفسي أسافر نفسي أتعلم نفسي أعمل نفسي يعني العلم اللي عندي أو المهارات اللي عندي يعني إلها الغيري اكتب سجل ابدأ لا تتوقف أبدا وابدأ الآن ابدأ الآن انتقل للعنصر الثاني رتب الطاولة رتب الطاولة المقصود بي أن حضرتك تبدأ تكون مستعد لوضع خطط لوضع أهداف علشان ما تكونش عرضة للمماطلة والتأجيل والعشوائية والفوضى فهنعرف إزاي نرتب الطاولة شكرا إيمان على مشاركاتك شكرك شكرا جزيلا هو ده بتقول ابدأ بالتخطيط الجيد للحصول على الأهداف مثمرة رائع والتخطيط من بدري كمان رتب الطاولة طبعا من أجل الفوز ومن أجل النجاح هناك طريقة واحدة وصفة واحدة لازم أأكد عليكم فيها اللي هي تحديد الهدف ومعرفة ما نريده والرغبة الملحة لإنجازه هناك صفة واحدة يجب توكيدها من أجل الفوز وهي تحديد الهدف ومعرفة ما نريده وكمان وبعدين رغبة ملحة لإنجازه نابليون هيل رائع التمال البشرية المشهور جدا صاحب كتاب مشهور جدا اسمه فكر لتصبح غنيا نابليون هيل بيقول لازم يكون عندك هدف لازم يكون عندك رغبة ملحة علشان تنجز هذا الهدف مش عندك رغبة ملحة ابحث عن قوة دفع ليك تكون معاك علشان تبدأ أن انت ما يكونش عندك مماطلة ما يكونش عندك حافز خلى عندك هدف وعندك رغب للهسف أغلب مشاكلنا بتيجي أن عندنا ساعات حد فين يقول أنا متلخبط أنا عقلي كده مشاوشرة أو في تشويش السبب يا ترى السبب أن احنا أغلبنا بيشتغل من غير نظام يعني ما عندوش نظام ثابت لأ في نظام خطط والنظام معيشة ثابت والنظام هلاقات ثابت فلا في تخبط والنظام تعامل مع الناس ثابت لأ لازم أنت تضع لنفسك أنظمة من اليوم إزاي يتعامل مع الناس إزاي يتكلم معاهم وتبدأ تكون إنسان تفصيلي شوي يعني ما تكسلش ما تقولش الأصل الحاجات دي بتيجي والناس صعبة تتعامل معايا والناس صعبة تتعامل معاهم السبب الشخصية الجميلة هو وضع قوائم وضع أنظمة من اليوم لازم يكون عندك قوائم لكل شيء لكل شيء تريده لكل شيء تريد التخلص منه ولكل شيء تحاول جذبه لنفسك قوائم اكتب قوائم لكل شيء تخاف منه اكتب قوائم لكل شيء تريده لأولادك اكتب قوائم لكل شيء تحلم به يوما ما أن يكون بحوذتك أن يكون في إيدك لكل شيء اكتب قوائم ويسول نفسك ويعمل لنفسك أنظمة أنا عندي نظام للقراءة أن أنا أقرأ في الساعة زي ما قلنا فريق الخامسة صباحا عندي نظام للتعلم عندي نظام لحضور المحاضرات أنا عندي نظام رياضي عندي نظام غذائي لازم أنظمة وقوائم كمان عشان نرتب الطاولة كويس منقول نصيحة جميلة جدا وسر من الأسرار فكر على الورق أغلبنا بيفكر ساعات وما يجي يعني ينشغل بعمل تاني خلاص بينسى الفكرة تماما في دراسة بتقول إنجاز أن الشخص اللي بيفكر على الورق بينجز تقريبا من 10 إلى 15 مرة أكثر من الشخص العادي اللي هو بيفكر يعني بدون أوراق وبدون كتابة السؤال لحضراتكم مين بيفكر على الورق يقول أنا كده وبكل فخر اللي بيفكر على الورق وما يزعلش كمان الناس اللي نفسها تفكر واللي نفسه يفكر على الورق ويجرب من الليلة برضو يقول أنا يلا يا جماعة الكتابة متعة سدقوني لما حد بيكتب حاجة تخصه على ورق أو في أجندة ويرجع يقرأها تاني كأنه بيكون قاعد مع نفسه يعني قاعد كده هو ونفسه ممكن يشربه كبات شاي مع بعض إيمان بتقول أنا ونجوة بتقول أنا جميل هو ده بتقول أنا جميل نتمنى نكون التفكير على الورق إنجاز دعا للإنجاز بشكل مستمر دكتور أحمد عبد العزيز بيقول مش دايما إن شاء الله يكون باستمرار أجندتك معاك أجندتك الخاصة هو ده بتقول أنا نفسه فكر على الورق إن شاء الله يلا سهلة الأجندة والدفاتر ما أكثرهم أنتقل للمحور الثالث من أبدأ بالأهمة ولو كان صعبا المحور الثالث طريقة اسمها ألف بقى جيم دلها يمكن بعضكم يكون شمحها قبل كده يمكن تكون جديدة على البعض الطريقة دي طريقة لتحديد الأولويات والبات بالشيء الأهم والأقوى في الأهمية الطريقة دي بتبقى كالتالي حضرتك حضرتك بتكتبي على الورق كل الأشياء المتوقعة من اليوم السابق اللي أنت تعمليها كتبت مثلا عشر أشياء في هذه الأشياء أشياء مهمة جدا 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 وأشياء أقل أهمية وأشياء يعني عملناها مش عملناها مش هتفرق وأشياء ممكن أفوضها لغيري وأشياء ممكن ألغيها خالص ملاش لازمة حصلت ما حصلتش مش هتفرق طيب لا ما تخلنوش أزعل ملكو طالما أنتوا معنا في تغيير المتقدم كل واحد يتعلم وبمعه ألم رصاص مبري كويس ولجندة معاه في إيده قعد معاه وقف معاه مشي معاه راح شغله راح دراسته معاه في كل مكان أجندتك معاك هتتعلم في كل مكان وفي كل زمان ومن أي شخص هتتعلم فخلي معاك أدواتك دي لأنها أدواتك للتقدم والنجاح والعظمة بنقول هنكتب كل الأشياء اللي احنا نتوقع ان احنا نعملها طيب من ألف من بقى من جيم من دال منها ألف هو الشيء اللي لو حضرتك ما عملتوش ممكن تحصل مشكلة مشكلة كبيرة جدا 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 أو نترتب عليه خسارة عمل خسارة وظيفة ضيارح للطيران فكل الأشياء المهمة جدا يضف ضع الكبيرة بتاعتنا اللي نلتهمها بنكتب على ألف بياليها الأشياء أو المهمات با المهمات با هي المهمة اللي ما أدرش أعملها أبدا لما أخلص ألف الأول أشياء مهمة آ بس لازم أخلص ألف الأول يعني ممكن مثلا قراءة كتاب قراءة قصة سماع فيديو تعليمي إنما المهمة ألف معاد طيارة معاد مستشفى يعني حاجة ضرورية جدا جدا من نسبة لك طب المهمات جيم هي المهمات اللي هي مهمات العادية زي الرد على التليفون كتابة رسالة فتح البريد الإلكتروني ممكن الرد على صديق إن انت تروح مشوار زي كده أما المهمات دال فهي المهمة التي يمكن أن نفوضها للغير يعني حاجة تخصنا بس ممكن نفوضها لحد تاني علشان نفرغ لأنفسنا الوقت للقيام بالمهمات ألف أما المهمات ها هي المهمات الغير ضرورية واللي بتضيع وقتنا وقت أغلبنا زي التصفح عن نت زي التسكوة في الشوارع زي الزهب هنا وهناك بدون داعي زي الجلوس في أحاديث الغيبة والنميمة زي زي أشياء كثيرة هذه الأشياء المهمات ها تلغى تلغى من حياتك بلاش الكلام التافي والأشياء التافي ما لهاش أي داعي طيب في واحد ممكن يقول لي المهمة ألف ممكن يكون عندي أكثر من واحدة فأقول له بسيطة فأقول ألف واحد ألف اتنين ألف تلاتة وبقى كذلك لو عندي أكثر من مهمة بقى بقى واحد بقى اتنين بقى تلاتة لو عندي أكثر من مهمة جيم جيم واحد جيم اتنين جيم تلاتة أوعى تعمل بقى قبل ألف أو جيم قبل ألف لأي سبب من الأسباب لأن أنت وإنت بتحطوهم من الأول لازم تكون عارف ومتأكد ان انت هتنفذ اللي انت بتكتبه كن صادق مع نفسك كن واثق من نفسك كن قوي جدا وحازم مع نفسك تخليش اي عوامل تؤثر عليك مهما يكلفك الامر ابدأ بالف ثم باء ثم جيم ثم دال فوضها ثم ها يلغيها خالص بقدر الامكان الليلها الاول وبعد كده يلغيها لو بتشرب 3 معلق سكر اشرب بعد كده بمعلقتين بمعلقة ركز في الاهم ثم المهم التهم الدفضاء الاكبر اولا المحور الرابع مبدأ باريتو في الفريدو باريتو ده يعني احد لجال العمال في ايطاليا في القرن تعريبا القرن التسعتاشر على ما اتذكر اكتشف باريتو انه هو كده بيتفحص انماط المجتمع بتاعه ان عشرين في المية هم الناس اللي بيقدروا يكسبوا المال بيقدروا يعني فهمين في التجارة والكلام ده والتمانين في المية من عوامل ناس بيهتموا فقط بيه الاشياء التفحوا الاشياء العادية في حياتهم فقال ان كل الانظمة الاقتصادية في العالم بتعتمد على المبدأ عشرين تمانين عشرين في المية ينتجو لك تمانين في المية عشرين في المية من خدماتك عدماتك وبضائعك هيكسبوك 80% مكاسب 20% من مجهوداتك وأنشطتك المهمة هيوصلو لك 80% من نتائجك بمعنى أنت لو عندك 10 مهمات لو ركزت على أهم 2 فيهم يطلعوا لك نتيجة 80% من نتيجة المرغوبة للحصول عليها لو احنا تفحصنا الناس من حولنا كده اليومين دول أو في هذه الأيام هنلاقي أن الناس بتماطل وبتأجل يا طارع في الأشياء المهمة ولا الأشياء التفهى الناس بتأجل إيه دلوقتي الناس للأسف بتأجل وبتماطل في الأشياء المهمة جدا ممكن ما أعملش رياضة خالص يا أجل ممكن ما أحضرش دورات تنمية بشرية خالص عادي أجل إنما ممكن يقعد يسمع مباراة بالتحليل بتاعها 4 ساعات ممكن يقعد يسمع مسلسل 30 ساعة في الشهر أو 60 ساعة في الشهر ممكن يتسكع وممكن يتصفح أكتر من 50 ساعة 60 ساعة في الشهر للأسف الناس بتماطل في الأشياء المهمة هي المشكلة أن النتيجة بتيجي على رأسهم في الآخر أحزان واكتئاب وقلق وإحباط وخلافه لأنه ما بيدورش على المهم بيدور على التافئ وكمان مش شرط إن أنت تلاقي حد مشغول إن هو بيعمل حاجة مهمة يعني مش شرط عشان أنت مشغول إن أنت بتعمل حاجة مهمة ممكن تكون بتعمل مهمات من إية التمانية من عشرة التفهيل وعمل نفسك مشغول أو فاكر إن هم دول هم اللي أنت مركز عليهم صح فخلي بالك وراقب نفسك كويس أنت بتكون مشغول في إيه؟ هل في حاجات مهمة عشان الناس اللي بتشتكم من الوقت ومن ضيع الوقت ومن الظروف ومن خلافه أنت دلوقتي مشغول في إيه؟ بسعد بحضراتكم في حضور محاضرة في التغيير المتقدم حضراتكم دلوقتي أهل علم أهل بحث عن الجديد مش عاوزين ترجع لورا مرة تانية خالص فوجودكم هنا أنتو بتبحثوا عن التميز فأنت دلوقتي مشغول في حاجة مهمة لكن واحد تاني ممكن يكون قاعد بتفرج على مباراة من آلاف المباريات اللي بيضيع فيها عمره بيقول لك سيبني أنا مشغول محدش كلمني محدش اتصل بي قافل تليفونه فمش شرطه عشان إنسان مشغول أنه يكون بيعمل حاجة مهمة فخلي بالك وراقب نفسك كويس طول اليوم شوف أنت بتكون مشغول في إيه سدقني هتتحسن هتتعدل هتتطور هتاخد بالك أنت بتعمل إيه ولو بتعمل حاجة ما لهاش فايدة ما لهاش قيمة هتبدأ تسيبها من إيدك يا جماعة اللي مصحصح معنا يكتب اسمه بلده معلش يعني يعني توقف كده فواصل صغير عشان أشوفكم يعني مركزين معي اللي مصحصح معاه يكتب اسمه بلده بسرعة اللي يكتب الأول أنا يعني أبعط له وردة إن شاء الله أو هدية أي هدية بقى زمه هو وحظه سعيد جدا كل واحد خد هديته عشان بس إيه ما تقولش إن أنا حارمكم من حاجة كل واحد خد بقى اللي في النصيب اللي كتب واللي ورد يلا الحمد لله لجات على قد كده حاضر يامان اكتب المحاضرة المحاضرة موجودة إن شاء الله حتى بعد ما نخلص إن شاء الله العنصر التالت من إدارة الأولويات أنا بسميه اعرف نفسك اعرف نفسك يعني اعرف أنت بتعمل إيه أنت فين من حيث الأولويات والوقت والتدبير والتخطيط والناس فين وبتعمل إيه يا ترى أنت تنحاز لمين وتروح فين يعني باختصار البصلة لازم يكون معاك البصلة بقسم العنصر ده الأربع حاجات أو خمسة مصفوفة أيزن هاور إيه مصفوفة الوقت إدمان الطوارئ هل أنت تحب العجلة أم الأهمية رابع حاجة إيه حلمك خامس حاجة القياس لما نيجي نقول إعرف نفسك لما أقولك أنت مين منازم أحيانا نتوقف كده في بعض الأيام أو في بعض الأيال الشتاء الدافئة الهادئة الجميلة ونقول يعني أسأل أنفسنا سؤال أنا مين يعني أنا مش أنا مين أعود أننا نتائه وكده لا أنا مين يعني أنا مين الآن إيه إمكانياتي إيه صفاتي إيه قدراتي إيه علاقاتي مع الناس إيه العطاء اللي أنا أعطيه إيه القيم الموجودة عندي وإيه القيم اللي أنا محتاجها أنا عاوز أكون فين بعد فترة أنا عاوز أتعلم إيه لازم أن أنا أسأل نفسي بعض الأسئلة أتسامح مع نفسي أتصالح مع نفسي احاول اغرب من نفسي شوية افهم انا بفكر في ايه التفكير في التفكير الميزة المهمة الحيوية اللي الله سبحانه وتعالى حابة بيها الانسان دون غيره من المخلوقات ان انا اقدر افكر ورتب وقف عند افكار مهمة وانميها وعند افكار غير مهمة وتجاوزها اعرف نفسي كوي سنقول لكم على خمس عناصر مهمين جدا جدا وخمس محاور فرعية من عنصر اعرف نفسك اعاوز اقول لكم كمان حاجة ممكن تكون خاصة بيا انا من خمس سنين عمري ما كنت اتخيل ان انا ممكن يعني اعطي المحاضرات اللي انا بعطيها دي او ان انا ابدأ ابني مادة محاضرة تنمية البشرية وان انا ممكن اقول معلومة اتغير انسان وتغير شخص وتغير حياة ناس والحمد لله رب العالمين ان انا بتدعي ان انا يعني اتمكن من هذا الامر تمكنا تام بفضل الله سبحانه وتعالى وفي اقل وقت ممكن الحمد لله المحاضرة او المحاضرات اللي بين ايديك واللي انتو بتسمعوها بتبنى كلمة كلمة حرف حرف والحمد لله رب العالمين بمجهود شخصي بحث دون يعني نسخ او لصق او اي شيء ان يذكر ولكن بتبنى حرف حرف على اسس علمية على اسس نفسية سليمة على اسس حقيقية من اجل ان تسكن الاعماق من اجل ان تؤثر وتتأثر من اجل ان تحدث تغيير فانا حابب ان انا ابني فيكم يعني اشخاص جدد لنبني معا عالم جديد بإذن الله طيب علشان ندخل في الانصر الثلاثة على طول مصفوفة الوقت مصفوفة ايزن هاور بتبينينا ايه الحاجات اللي احنا لازم نعملها بالضبط في وقتنا والحاجات اللي احنا ما نعملعاش بتقسم لاربع مربعات المربع الاول اسمه مربع الطوارئ اللي هو الاشياء العاجلة والهمة اللي ممكن تكون زي انهاء تقارير المدير في اخر لحظة او عمل المهام المحددة فقط دون زيادة فغالبا بينتبه النقص او المهام الطارئة من حوادث واصابات لقدر الله او المواعيد الهمة او المحاضرات او الامتحانات الناس اللي بيفكروا بالعقلية دي بيسموهم مدير ازمات ان هما دايما عندهم مشكلات ان هما بيعملوا كل حاجة في اخر لحظة احنا نبتعد عن النوع ده تماما طيب المربع التاني غير عاجل وهام اللي انا بسميه مربع النجاح او بيسموه مربع الفعالية او بيسموه مربع التخطيط او بيسموه مربع العظماء المربع التاني هو التركيز على الاشياء غير العاجلة والهمة زي التخطيط بكل انواع التخطيط الشخصي التخطيط الاستراتيجي جلسات العمل حضور دورات تنمية بشرية ازا حضراتكم وبتحضروا دلوقتي وبتأثر عليكم ان شاء الله في قادم الايام فالتخطيط لكل شيء ممارسة الرياضة كل الاشياء الغير عاجلة والهمة واللي منشأناها انها تنمي صحتنا وعقولنا واجسمنا ومحيطنا الاسري وعلاقتنا اشياء غير عاجلة ولكنها هامة جدا هي مربع النجاح وده المربع التاني اللي احنا لازم نركز فيه الاشياء الغير عاجلة والهمة اشكركم على روحكم الطيبة ديت وان شاء الله ليكم الثمرات بإذن الله سبحانه وتعالى ولنا الاجر ولكم ايضا بإذن الله شكرا يا هبترة شكرا يا ورد شكرا يا مدلين شكرا يا هدى شكرا يا نجوة جزاكم الله خير شكرا يا ايمان شكرا يا دكتور احمد وكل اللي حضرين معنا وكل اللي حضروا شوية وظروفهم دعتهم منهم يغدروا وكل اللي مش قدروا ييجوا بشكرهم جميعا طبعا نكمل المربع التالت المربع التالت مربع الخداع والتركيز على الاشياء والمهمات العاجلة والغير هامة بعضنا بيسقط في هذا الفخ فخ الخداع مكالمات الرسائل رنات التليفون رنات الرسائل جرس الباب النداءات الغير هامة المقاطعات الغير هامة صديقة او زميلة ارسلت رسالة انها محتاجاني حالا محتاجاني في مكالمة حضور مناسبات بعوقات طويلة مربع الخداع بينخده الشخص ان الشيء ده عاجل ولكنه غير هام فالمربع ده ناخد بالنا منه نقلل منه شوية ممكن نفوض المهام بتاعته لناس تانية يعملوها غيرنا الرد على المكالمات الرد على الرسائل الرد على الهميلات والابتعاد عن الصحبة اللي هي بتاخدنا بعيد عن التقدم والتميز والعظمة المربع الرابع من مصفوفة الوقت مربع للأسف اغلبنا بيقع في اسمه مربع الضياء او مربع الغير عاجل والغير هام اللي هو طبعا بيكون فريسة الاحباط او بيفترس الناس اللي هم عندهم احباط وعندهم خوف وعندهم قلق وكلام منه فيبدأ ان هم يتجوا لهذا المربع فيهرب من الطوارئ للضياء من مربع واحد للمربع اربعة مثل مجالسة سارق الاحلام المحبطين جلوس معهم تصفح النت بلا داعي الاستماع لشكاوى المحبطين وكمان ممكن يكون طرفيه زائد والجلوس طول الوقت بالعدد في الاستسلام من الظروف المحيطة النظر المستقبل نظرة شاومية غير عاجل وغير هام لا داعي له على الاطلاق يجب ان احنا نستبعده من قاموسنا نهائي ارأيكم نقول حاجة عن الرسول في الاولويات الرسول عليه الصلاة والسلام القدوة الحسنة كانوا له كلمة في ترتيب الاولويات وتقديم الاهم فالمهم في موقف من الموقف حين قال لمعاذ بن جابل عندما ارسلوا الاهل اليمن فقال له انك ستأتي قوما اهل كتاب فاذا جئتهم فادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمد الرسول الله فانهم اطاعوك لذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم في اليوم خمس صلوات في كل يوما وكل ليلة فانهم اطاعوك في ذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقة تأخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم فانهم اطاعوك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب فاللهم صلي على سيدنا محمد وعلى عليه وصحبه وسلم الفكرة ان كمان من اهم مقصد الشريعة الحفاظ على الانسان زي ضبط النفس والعقل للدين العرض المال والحفاظ على كل هذه الاشياء بالترتيب الاولويات ومهمة جدا الاولويات لانها بتحافظ على الانسان المحور الثاني اسمه ادمان الطوارئ عشان ما نكونش من الناس اللي بيعملوا كل حاجة في اخر لحظة لازم يكون عندنا اهداف لازم يكون عندنا رؤية شايف ايه القدام هنكون عاملين ازاي نكون شكلنا ايه هنكون نتعلم ايه لازم يكون عندنا عدم اتباع للهواء في حاجة كمان مهمة بيقولها ستيفن كوفي ان هو بيقول قبل ان تصعد سل من نجاح تأكد بانه يتكي على بناء سليم بناء سليم ستيفن كوفي فيقول ان احد اسوء استخدامات الوقت فعلا ان انت تبزل مجهود كبير جدا في حاجة غير مهمة او في شيء لا تحتاج الى فعله المحور الثالث هل العجلة ام الاهمية يعني لازم احنا نجمع بالاتنين في الناس دايما تقول لك لا انا مستعجل الحاجة مش مستعجلة ما يعملهاش مستعجلة يكون اسرع واحد دي وممكن طبعا يسقط في فخ الخداع في ناس يعمل الحاجة المهمة بس مهمة عاملة مش مهمة مش عاملة بس ممكن طبعا ايه ما ياخدش بالو من الوقت اوي ايه انت اجمع بين ايه الحاجتين يعني المحور الرابع ايه حلمك ايه حلمك عندك حلم حلم عظيم حلم في الاخرة حلم دخول الجنة عملت ايه لازم تسأل نفسك عملت ايه للجنة عشان تحقق عشان تحقق هذا الحلم ربيت ولادك كويس كلكم رأى كلكم بس اولها الرعيات وعملت النقطة دي هل تجوزت عن من اساؤليك هل كنت من المحسنين حلمك ايه التميز في المجال هل تعلمت كويس يعني وصلت لعلى الدرجات بزلت جهدي كبير طول اليوم قول لها ادنام طول اليوم المال هل خططت للمال هل قرأت كتب عن المال هل بحثت عن نصائح في الثراء هل 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 سألت ناس اغنية انت وصلتوا ازاي كده يعني كل حلم لابد اللي هو من اسباب ويسلم باطلع عليه واحدة واحدة شوية شوية ما فيش حاجة بتيجي مرة واحدة ابدا وعلى فكرة سنتين وثلاثة فيه مفهوم النجاح مش كتير لما اجا اتكلم عن سنتين وثلاثة تخطيط واهداف ووضع أولويات وفهم الكون ورؤية ورؤية واضحة سنتين وثلاثة مش كتير فركز كويس معايا وافهم الكلام اللي انا بقولك عليه وان شاء الله توصل اعلى الدرجات المحور الخامس هو القياس اقول لكم على القياس التسجيل الجاي القياس ان حضرتك تهتم بالتفاصيل اللي انت بتعملها يعني يعني مع سبيل المثال يعني بتروح شغلك في نص ساعة من الطريق ده مش يمكن فيه طريق تاني ممكن اروح فيه في خلال زمن اقل يبانا استخدمه بس انا عرفت ازاي لاني بقيس بمسك الساعة شوف انا وصلت في نص ساعة النهاردة في ساعة الربع بكرة الطريق ده ببعز احمد طريقته يعني ممكن عن طريق قياس الاشياء اقدر ان انا احسن وضعي انا النهاردة اريد كتاب مثلا في 20 يوم طب هل انا المدة دي فعلا كافية لقراءة كتاب ولا انا زودت شوية لازم اقيس اشوف انا بدأت امتى وانتهت امتى انا بدأت اطور نفسي سمعت مثلا اربع محاضرات هل اربع محاضرات دول في المدة دي محاضرات قليلة ولا كتير ولا ممكن في الشهر اسمع اشهر محاضرات القياس بتقيس لنفسك بتقيس لولادك بتقيس لعلمك بتقيس لعقلك بتقيس لعلمك لما تكون شخص بيحب القياس بيعتمد على القياس هيكون عندك انظمة مميزة جدا في حياتك اتوفر وقت اتوفر جهد اتوصل لهدفك بأسرع مما تتخيل ايس كل حاجة بتعملها خصوصا الحاجات المهمة اوي ايس وقتها ايس زمنها ايس مقدارها ايس جودتها خليك شخص بتعتمد على القياس خليكم معانا ما تهلهوش وما تتعبوش خد نفس عميق واسترخي احنا بصدد العنصر الاخير انت هو النموذج تدوم السعادة يا رب وتدوم البسمة على وجهكم وعلى قلوبكم ودايما كده في اسعد حال وفي اسعد اوضاع باذن الله سبحانه وتعالى العنصر الرابع والاخير من محاضرتنا الليلة ادارة الاولويات ادارة الاولويات الشيء الاولى يعني الاحق الاجدر والاقرب اني بحط كل شيء في ترتيبه فلا يؤخر من استحق التقديم ولا يقدم من استحق التأخير ادارة الاولويات اضبط البصلة الانصر الاخير انت هو النموذج نموذج حضرتك شكله ايه هل انت اللي بتحط اهداف من نوع سيد تخيلية ولا انت بتحط الاهداف العادية اللي هي كل الناس عارفينها المرتب والبيت العادي والمسكنة العادي والعيشة العادي ايوة طبعا الحمد لله على كل حال لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الاعلى في الجنة فدعانا دايما للتطلع لأعلى المنازل ما فيش حاجة بايه ده على ربنا ما فيش حاجة كبيرة على ربنا ابدا ما فيش مستحيل كل شيء يقول له الله كن فيكون انت هو النموذج عاوزك تشوف نفسك ازاي من انه زاوية هل انت شايف نفسك قدام بمظهر شكله ايه بنحافة شكلها ايه بجوهر شكله ايه بتعلم بعقل شكله ازاي بتعامل مع الناس ازاي التواضع عندي شكله ايه الصبر شكله ايه القيم العظيمة موجودة كيف ترى نفسك هل انت تقبل نفسك وتقبل نفسك في ضغط تحسين والتطوير احلامك احلامك متعلقة بالناس بالعائلة متعلقة بالمال او الصفر عاوزك ترى نفسك كويس اوي اوي وتاخد بالك وترسم صورة لنفسك في ذهنك وعلى الورق السنة دي هكون شكله ايه ووضع ايه وطريقتي ايه واسلوب ايه واكذا دايما اقابل اشخاص ممكن يكونوا في مكان عمل او في مكان عام المهم يعني بحكم الوقت او بحكم الظروف بنختلط معاهم بعض من الايام يعني او بعض او بضعة ايام او بعض الايام ايا كان المهم لما نرأى ولاقي الناس محبطين ودي دعوة لحضراتكم ما تسيبهمش محبطين اقول لهم كلمة بس يعني جملة واحدة وخلاص يعني اقول لهم مثلا يعني جملة دايما بقول ان المظهر هو العنوان مظهر الانسان شكله لبسه مظهره مشيته مظهرك هو عنوانك يعني احيانا يعطيك مكانة في قلوب الناس من دون ان يكلموك من دون ان يعرفوك مظهرك عنوانك يعني يعطيك اللي هي بيعطيك المكانة اه بخلي بالك مظهرك وعنوانك شكلك وعنوانك مع الاعتبار انه ليس كل شيء وليس اه كل الاهداف المحور الفرع التالت من انت هو النموذج اوزين نموذج حضرتك كده والنموذج مشرف ان شاء الله نموذج حضرتك ونموذج مشرف جدا قدام نفسك الاول ثم قدام الجميع قدام ربنا قدام المجتمع فوائد تحديد الاولويات الشخص اللي بيحدد اولوياته اللي هستفيد من المحاضرة دي كويس اوي اوي وياخد الواجب العمل النهاردة ان شاء الله الفوائد اللي هتحد عليه اول حاجة ان تحديد الاولويات من اسباب النجاح من اسباب الثقة بالنفس ان هو ممكن حق انجاز كبير ما يكون ما يتوقعوش خالص المحور الرابع مهم جدا 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 واتمنى ان انتو تكتبوه معايا وتركزوا يعني لو مكنتوش بتكتبوا كل حاجة اكتبوا بالذات المحور ده سبع خطوات للانجاز رقم واحد قرر ما تريده بدقة حدد انت عاوزي بالزبط ممكن في الحالة دي تستشير شخص او تستعين بشخص رقم اتنين اكتب هدفك جما احنا قلنا اسقط هدفك على الورق لانك بكده بتعطيه طاقة بتعطيه هدف بيكون هدف ملحوص رقم تلاتة حط حد زمني لانجاز هدفك ده خلي ليه بداية وليه نهاية رقم اربعة حط قائمة بكل شيء تفكر فيه او تفكر ان انت ان هو الشيء ده يوصلك لهدفك رقم خمسة نظم قائمتك ديت الاشياء او الهدف اللي انت عاوز تعملها رقم ست تنفس خطتك على الفور لان خطة تنفذ بنشاط خير من خطة لامعة لا تنفذ على الاطلاق رقم سبعة قوي عزمك لفعل شيء مهم كل يوم زي مثلا تقرأ مقالات تقرأ صفحات تتعلم كلمات انجليزي تتوقع لنفسك توقعات ما تضيعش نهارك في حاجات مش مهم اخر حاجة وعاوز وانا سبته للاخر متعمد اللي هي نصيحة واتمنى ان كل واحد فيكو يكتبها ويعلقها قدام عينيه على طول واللي هي اول مع صورته على المقولة ديت يعني كدت ابكي بسببها واتمنى فعلا ان تكتب اليوم امامكو وتعلقوها قدامكو في المكان اللي انتو بتواضوا فيه هقولها لكو بس لما تكونوا جاهزين جاهزين بقول كرس نفسك لان تكون اكثر شخص تعرفه محبة وان تفكر وتشعر وتتصرف وكأنك احد اعظم الاشخاص على الارض لانك كذلك بالفعل لن تعود حياتك كما كانت ابدا وستبارك حياة العديدين اشكركم جميعا على حسن استماعكو اسف لكو تطولت عليكم اليوم ادارة الاولويات ادارة الاولويات اتكلمت في اربع عناصر لا اولويات بدون اهداف ابدأ بالاهم ولو كان صعبا اعرف نفسك انت هو النموذج نهتم كمان بالواجب العامل المهم اوي اوي واتمنى اكون افتكم اليوم افادة يعني اكثر مما اتوقع لان ده يعني رسالتي تجاه نفسي اولا ان انا اقول حاجة تفيد وتنجز وتحقق اثر في الاشخاص وباذن الله ربنا يتقبل وان كنت قصرت في شيء فربنا يغفر لنا ولكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو في اي استفسار ممكن حد يبعطه على الخاص ما فيش اي مشكلة خالص